أهلا بكم كل مشاهدين ومتابعين على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامجكم أستاذ الأهلي حلقة جديدة معكم أهب الخطيبة هيكون معنا النهاردة كواليس مهمة ومجموعة من الأخبار وكمان هيكون عندنا لقطة حوارية مهمة جداً هيكون في حوار محترم مع اتنين من النجوم النادي الأهلي كابتن محمد حتشيش وكابتن أحمد بلال علشان نتكلم على الحصاد الفترة اللي فاتت حصاد الأهلي في الدوري شوار الأهلي في البطولة الأفريقية نبدأ طبعاً ومبارك لكل جماهير النادي الأهلي مبروك بطولة كأس السلة رجال وبالأمس كأس السلة سيدات والأسبوع الماضي الطائرة سيدات بطولة أفريقيا بطولات كبيرة جداً وبطولات وأرقام وإنجازات دايماً في فرق النادي الأهلي كل التهاني لفريق السلة رجال ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي ألف سلامة كابتن محمود الخطيب اللي غادر من القاهرة إلى الإمارات واللي هيكون موجود على مدار أسبوعين أو ثلاثة في إحدى ملاكز التأهيل في الإمارات مركز إماراتي بإشراف ألماني هيكون فيه علاج طبيعي للكابتن كابتن محمود الخطيب بالفترة اللي فاتت بصراحة من وقت الانتخابات وفيه مجهود كبير جداً مجهود باستمرار ومجهود مستمر وكان فيه بعض الملفات المفتوحة أخيرها كان فيه المؤتمر المهم اللي أعلم فيه كابتن محمود الخطيب عن التطورات الكتير والإنجازات اللي هتكون موجودة في الفترة الجاية في الجانب الخدمي الجانب الخدمي والأمور اللي هتخص أعضاء النادي الأهلي أو الجمعية العمومية للنادي الأهلي طبعاً فيه طبعاً لقطات ليه تتويج الفرق وده البطولة الأفريقية ليه سيدات الطائرة طبعاً البطولة الأفريقية وبقول لكم فيه إنجازات وفيه بطولات بشكل كويس جداً لكن خلوني أرجع زي ما قلتلكوا ليه المؤتمر اللي عمله كابتن محمود الخطيب علشان الفترة اللي جاء بصراحة من فترات ومش عشان في النادي الأهلي لا في أكتر من حتة دايماً تشوف إن أي مجلس أو أي حد بيترشح بيعمل برنامج انتخابي ده شفناه كتير جداً لكن ما شفناش بهذا الشكل إنك كل شوي تجيب برنامجك الانتخابي وتبدأ تقول وتبدأ تعلن عن جزء جزء وخطوة وتقول وتقول هبدأ أحقق كابتن محطيب اللي يقف وشارع قال أنا كامي يجب المجلس يعني إحنا كلنا كده بنتكلم كأن مجلس إدارة النادي الأهلي وقال عذروني لو قلت كلمة أنا أو حاجة لكن أنا بتكلم بلسان المجلس وقال إن كلنا بنشتغل وكل الشغل بيتحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي وقال إحنا هنا بنطلع نقول شغلنا بس على الترابيزة كل عضو مجلس إدارة بيقول اللي هو عايزه تطورات مهمة جداً سواء كان في الشكل الهندسي الجميل اللي هيظهر على مقرات النادي الأهلي سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر أو في الشيخ زايد والمقر الرابع وتغيير الأرض لأن الأرض اللي كانت موجودة وجه الشكر والتأدير لمجلس إدارة النادي الأهلي السابق برئيسة المهندس محمود طاير وقال كل الشكر بيكلم جيد بيكمل على المجلس اللي قبله وقال بيكلم في قصة الأرض كتير خلاص دي ما كانتش جاهزة فنية خدنا الأرض اللي جنبها وإن شاء الله إن شاء الله هنبدأ فوراً في المقر الرابع للنادي الأهلي كمان مسجد زايد اللي هيكون موجود طبعاً الجديد والشكل الجديد اللي النادي الأهلي ومجلس إدارته حرص إن يكون موجود في الفترة اللي جاية هو تكريم الرواد رواد النادي الأهلي وأبطال النادي الأهلي في كل الألعاب أبطال النادي الأهلي في كل الألعاب اللي صنعوا التاريخ واللي صنعوا الإنجازات واللي ظهروا بشكل كبير وده هيكون بداية بداية لأن في قواعد يتحطط للبطولات والأسماء اللي موجودة ويكون نهى مسيرته في الناد الآلي وفي ناس أبطال كتير جدا يكلموني وطبعا متواصلين مع الناد الآلي يقولوا إن شاء الله الدور يكون موجود علينا طبعا الدور يكون موجود على كل أبناء الناد الآلي الأبطال اللي حققوا إنجازات وبطولات كابتن محمود الخطيب قبل السفر كان فيه ثلاث اجتماعات مهمة جدا اجتماع مع لجنة الكرة اجتماع مع لجنة الكرة اجتماع مع لجنة الكرة مهمة جدا طبعا كابتن زيزو وكابتن علاء عبدالصاري وكلام مهمة جدا دار في الاجتماع أبرزه طبعا التجديد للكابتن حسام البدري كابتن حسام البدري مقادي موسم رائع وبشكل كويس جدا وماشي بشكل جيد جدا وفي الفترة الجاية هتكون فيه جلسة بين الكابتن حسام البدري وبين لجنة الكرة لوضع طبعا احتياجات الموسم المقبل والحديث عن بعض الصفقات اللي هتكون موجودة كابتن محمود الخطيب كمان كل الملفات تقفلت قبل السفر كان فيه اجتماع بشأن مجلة النادي الاهلي اللي هيكون فيها تحديث وتطوير في المرحلة الجاية والاجتماع اللي يخصكم انتو كل مشاهدينه هو اجتماع لقناة النادي الاهلي فترة جاية هيبدأ تطوير بشكل كبير خطوة خطوة طبعا خطوة خطوة زي ما احنا قلنا في حاجات بتتعمل في النادي في حاجات بتعمل اجتماعيا وفي حاجات تعمل الفرق الرياضية وفيه طبعا الشكل الرائع اللي ظهر لصالة الكاراتين اللي هتتجدد في الفترة الجاية كل حاجة هتمشي خطوة خطوة كمان لكو انتو كل متابعين ومشاهدين قناة النادي الاهلي من اعضاء النادي ومن جماهير النادي الاهلي العريقة في كل مكان هيكون فيه تطوير كبير جدا في الفترة الجاية لقناة النادي الاهلي هيكون فيه تطوير شامل جدا هيكون فيه طبعا خريطة جديدة جدا هيكون فيه أداء هيعجبكم وقناة طليق باسم النادي الأهل